تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بتعليمات ملكية سامية سيخصص للمنتخب الوطني لكلة القدم يوم غد الثلاثاء العشرين من دجمبر الجاري استقبال في مستوى المصاري المتألق الذي حققه خلال نهايات كأس العالم بقطر الفين واثنين وعشرين وذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه في هذا الإطار سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير منذ وصوله إلى مطار الرباط سلة حوالي الساعة الخامسة مساء مروراً بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نوفامب وساحة شالة وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس وساحة 11 يناير وشارع مولاي الحسن وباب السفراء وصولاً إلى القصر الملكي العامر حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامن احتفاءاً وتقديراً بهذا الإنجاز التاريخي العظيم